كان هناك حرص سيدة أريج من مطلقي الوثيقة وهم محسبون على التيار الإسلامي لزيارة المرشحين للانتخابات انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى في 29 من هذا الشهر وحرصوا حقيقة على جمع توقيعات لهم تلزمهم بالتعهد بهذه الوثيقة حال وصولهم للبرلمان أليس هذا مثير فعلا للتساؤل والدهشة؟ مساكم الله بالخير حافظة طبعا أوجه شكري لهذه الدعوة الكريمة وأحييكم وأحيي جميع المشاهدين وطيوف الكرام طبعا هذه الوثيقة عليها علامة استفهام كبيرة والبنود العامة تم صياغتها بطريقة غريبة صياغة عامة والأشخاص اللي صاغوا هذه الوثيقة أصحاب فكر متطرف داعشي وطالباني فلذلك هناك علامة استفهام والمفروض أن يتم التحقيق في هذه المسألة فكرة توقيت الوثيقة بهذه المرحلة وقت الانتخابات والزام المرشحين بالتوقيع عليها هذا نعتبره يعني نوع من أنواع شراء الأصوات شراء الأصوات لا يتم فقط بالمال شراء الأصوات ممكن يكون بالمال بالمنصب بمنحة منصب بمنحة أي خدمة معينة إدخالها بمناقصة وكذلك هذا النوع من الوثائق اللي عليها تكون علامة استفهام فيها تحويل الكويت إلى هيئة الأمر المعروف تحويل مجلس الأمة إلى هيئة الأمر المعروف لأن آخر بند غريب أن فتح خط تاخل بين النواب وبين من صاغوا الوثيقة طبعا لا نعلم من يقع خلف الوثيقة هل هم كويتيين ولا هناك دول من الخارج قاعدة تدخل ولها تواجد عن طريق ويدرون أن ما يقدرون يسيطرون على دولة الكويت إلا عن طريق مجلس الأمة لأن هنا يكون مصنع القرارات فهذه طبعا أكيد عليها علامة استفهام كبيرة بأن هؤلاء يسعون إلى قيادة المرشحين حينما يصلون إلى مجلس الأمة وهو أمر خطير جدا ومخالف للدستور لأن مثل ما قلت فتح الخط الساخن مع هؤلاء حيث أنه هم يراقبون أي مخالفات غير أخلاقية ويتم إبلاغ النواب يعني معناتها أنه يتم تعيين النواب ليكونوا أوصية على الشعب الكويت وعلى المجتمع وعلى المواطني والمقيمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر